علشان اول شخصية ابني وده نادرا لما حد الحقيقة بيتكلم فيه من ناحية نفسية يعني ان انا لازم يعني اشبع الحاجة للتدين الانسان مش هيوان اكله شربه ولبسه لا الانسان كائن اول حاجة الفطرة السوية عنده عايز ادعمها بقى فبالتالي محتاج من منذ نعمة اطرافي وانا يعني ايه يعني منذ نعمة اصابيع وانا عايز يعني اغرس فيه قوة الامان من اول حاجة بسيطة خالص ان انا ناخده معي مثلا يعني حديقة او جنينة او وردة او زرعة عامله في البيت وانظر لتلك الشجرة ذات الغصونة النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ذاك هو الله فبالتالي نشيد كنا بناخده في الابتداء فلما تحفظه لابنك ويبعرف انه يعني الله قادر على كل شيء وانه الحول والطول والقوة من الله وانه قوله الله وعد الله الصمد الذي يتكع لعند الشدائد وانه لينا ضهر وفي حماية ربانية كل ده حيديله قوة ويحس انه عبد وفي رب بيبقاش في مهاب الريح بيبقاش قشة كده يحس انه يعني ليه ليه لان البعض احيانا الحقيقة لما بتربش على الناحية الدينية دي ويغرص فيه الجوانب الدينية دي يشعر انه عايش لوحده وبعد كده في ناس بتحس انها بعد كده ينهش نفسيتها الاكتئاب فهتحس انها صفر وانها لا شيء لانه للأسف يعني معتمد على ذاتي مش معتمد على الله وعلشان ابن الشخصية مش متصل بالله بهذا الشكل هتبقى الشخصية فعلا ضعيفة ومنفصلة لانه في روح يعني بتبقى هي اللي يتحرك الانسان داخليا يعني فلما اغرص في الولد حب الله حب الرسول حب الصحابة من صغر وعلى سن سبع سنين ابدأ علموا ألادكم الصلاة ومن ابناء سبع علموا الصلاة ويحفظ قرآن منذ صغري فيشعر انه بيصلي وبعدين يخرج للجامعة وصلاة الجماعة بتدي له تعضد ومسندة ويتعرف على الناس يعني وبيخرج للواقع يعني وفي نفس الوقت كمان لما يحفظ قرآن ويحس انه هو ايه يعني صوته ندي شجي وفي نفس الوقت حافظ قرآن عدخال ان ابن مثلا عشر سنين وخاتم القرآن دي مش هتدي له قوة شخصية ده بغض النظر عن الجانب الديني والعقدي وبغض النظر عن توفيق اللالي ده أنا بتكلم حتى على الجانب النفسي انه يشعر انه عنده قوة زاكرة وانه متميز وانه جايب من الأوائل وانه أخذ شهادات تأدير في حفظ القرآن وانه متميز عن الآخرين وانه ممكن يدخل يصلي بالناس وانه فيبقى موجود مع الكبار يعني هو كبير وهو صغير بهذا الشكل يعني يبقى لما تغرس في ابنك منذ نعومة أبثاري يعني الجانب الديني ده بهذا الشكل صدقني هيطلع قوة شخصية وأقولك الحاجة علم ابنك الصلاة والقرآن والصلاة والقرآن هتعلمه كل شيء أقولك هو مش هيحفظ القرآن القرآن اللي هيحفظه تمام بهذا الشكل فيحس أنه في يعني ذو القوة المتين هو اللي بيحميه حس أنه الله أكبر الله أكبر من كل ضغوط الحياة بهذا الشكل يعني فيشعر بالقوة الذاتية القوة الداخلية بهذا الشكل لأن الأسف بعد كده حد بيحاول أنه إيه يعني يعني عارف إمتى سبحان الله الإنسان ينشأ فطرته أنه يعبد إله فلو لم يعني يكون أبوا مسلميني فيهودانها المصراني أو يمجساني أو ما شابه فهيطلع بالفطرة حسس أنه عبده فيه إله طب لو ما كانش بعد كده حيعبد صنم أو حجر أو يعبد يعني النار أو يعبد كذا أو كذا أو كذا لأنه دائما وأبدا الإنسان يبحث عن قوة عليا تسنده قوة عليا تطمئنه قوة عليا يستمد منها القوة طب لما يكون عندنا قوة الله بهذا الشكل فبالتالي يعني غرس العقيدة السليمة وغرس روح التدين والإيمان داخل الإبن منذ العموة أصفاري ده يخليه شخصية قوية ويبقى يعني تحت رعاية الله بهذا الشكل يعني يكفي أنه لما من صلى الصفحة في زمة الله يعني زمة الله في أمان الله اللي صلى الصفحة أيوة ومن صبح بصبع تبراط فلا يصبح سم أو سحر يبقى حاس أنه محمي حتى من الغيبيات من السحر والعين واللمس وما شابه يعني محمي حتى من الحاجات اللي ايه اللي ناس بتبقى طول الوقت عنده قلق وتوتر أن في حاجة حتجيله سهم من أي مكان هو مش واخد باله يعني حاجة غيبية يا سيدي أنت متوكل على الله فربنا كل دول عباد فربنا أساسا يعني ايه يبعد عنك شر يعني العباد العباد اللي هما يعني ايه من الجنة والناس يعني سواء شيء مرئي وشيء غير مرئي يعني لما الولد بيقول الأذكار الصبح وبالليل بيحس أنه محمي لما يقرأية الكرسي الصبح بتحميل غيرت أخر نهار ويقرأية الكرسي بالليل تحميل غيرت الصبح لما يقرأ صورة البقرة فتلاستوع البطلة السحرة فيحس أنه الله ده كل دي محصنات كل دي عوامل للقوة الذاتية الحقيقة أن الجانب ده يعني العلماء النفس مثلا سيجموند فرويد مثلا مش هيتكلم فيه ألبرت إيلس يعني سيجموند فرويد مؤسس مدرسة تحليل النفس ويجي مثلا واتسون مؤسس مدرسة سلوكية مثلا ويجي ألبرت إيلس وبيك واخوانهم مؤسس مدرسة مثلا المعرفية ويجي الجيش طلط مثلا كوفكا وكهلر مؤسس مدرسة الجيش طلط ويجي مثلا ويلم جراس مؤسس نظرية الاختيار ويجي فيه نظرات نفسية عديدة الحقيقة اللي بناء الإنسان والتقويت شاصلة الإنسان لكن الجانب ده خاص بينا إحنا كمسلمين حقيقة جانب مش موجود فيه يعني للأسف فيه كتب علم النفس على مستوى العالم لكن قد تجدوا في بعض كتب علم النفس اللي إيه الديني لدى بعض الأجانب زي ألبورت مثلا ويونج يعني دول علماء أجانب بيتكلموا فيه ريليجيس سايكولوجي علم النفس الديني وممكن تلاقيه لدى بعض علماء النفس العرب والمسلمين يعني بهذا الشكل لكن إحنا كمختصين نفسيين مسلمين لازم يكون لنا بصمة بهذا الشكل تترك بسمة يعني عند الناس فلازم يكون الجانب ده اهتم بيه يعني تلبية الجانب الديني يعني أو إشباع الحاجة للتدين لإن دي فطرة عند الإنسان لو لم تشبع فالحية هتتخبطه الأهواء ويروح لأشياء وممكن يعبد مش لازم بقى صنم أو حجر أو شجر أو نار لا 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 أفهم اتخذ إله وهواء ممكن يعبد واحد يعبد وحدة هي هوا وممكن وحدة تعبد وحد هو هواها والهوا هواية وممكن حد يعبد سجار حد يعبد حشيش حد يعبد عادة سري حد يعبد يعني عادة حد يعبد منصب حد يعبد كرسي حد يعبد مال حد يعبد سيارة مش عارف كذا كل دي عبادات من دون الله للأسف يعني ها فمن المفروض الولد يبقى ما فيش حاجة في قلبه لا إلهة إلا الله نفين وإثبات تخليه قبل التحلية فالمفترض أنه يخلي قلبه إلا من الله وكل هذه الأشياء الأخرى نعم يعني تقوي الشخصية لكن لو راحت مش هي الأساس بهذا إلا الشكل لكن خير المال الصالح العبد الصالح فيبقى يعني سيدنا عبد الرحمن الرحمان بن عوف مليار دير الصحاب يبقى معاه عربية كذا ويبقى كذا كل دي عوامل قوة ممتازة جيدا بس في الأساس سبحان الله لو كل العوامل دي تخلت الله لا تخلص سنته لنوم لا نتخلى عنه على الإطلاق فمن أقوى عوامل القوة الذاتية أو القوة الشخصية لبناء الإنسان من هو طفلة إشباع الحاجة للتدائم